السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان وامكملين مع بعض. النهاردة هنزاكر مع بعض. ان شاء الله اشرحه معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. يا نبدأ مع بعض. طيب شايفين معي طبعا الجزئة دي كلها او الدرس ده بتكلم عن المسائل الكلامية. فهنا مسلا جاية مجموعة مسائل الكلامية خاصة باللينس الاطوال وبعد كده جايب مسائل كلامية خاصة بالماس الكتلة. وبعد كده جايب مجموعة من المسائل برضو خاصة بالحصة اللي هي الساعة وهنا عندنا الوقت. طيب لو جيته كمان بعد كده الدرس اللي بعده جايب هنا مجموعة من المسائل الكلامية ودي خاصة تمام زي ما شافين معي? فانا طبعا كل جزئية من كل نوع من المسائل دي انا هختار مسألة او اتنين احلها معاكم. تمام? تعالي نبدأ كده مع بعض بالمسألة دي. يقول واحد وهنا عندي طبعا تات الطول بتاعه. وفي واحد تاني بيقول الطول بتاعه قد كده. كم طول يعني السنديق هتكون? لو يعني كلاهما. يعني لو واحد فوق التاني. يبقى واحد فوق التاني وهو عاوز يارف اللينس بتاعته قد ايه? يبقى معنا كده ان احنا هنعمل اعمال يتقدشن. هقوله ايه? هقوله النمبر اللي هو ده. كما هقوله كده شايفين عندي المليمير. هنا بيقول ايه? بيقول لازم نحط كل حاجة تحت بعضها. يبقى هقوله كده سيرتي فايف ساني ميدر. تمام? هنعمل كده قدشن. طبعا هنا عندي مفيش حاجة فبالتالي هتنزل الفايف ملي ميدر. تمام? وهنا هقول الفور مينس فايف ايكوالز ناين. فور بلاس ري ايكوالز عندي سيفن. هقوله ساني ميدر. فهي دي الاجابة. وطبعا هنا هحط ايه? هحط الكمر. تمام? اسألة اللي بعدها. بيقول سامح هاز ساتي سيكس ميدر اف ريبون. يعني سامح معاه قد ايه متر من الشرائط دي. لو هو قطع قد ايه من الشرائط. قص منه يعني. يعني بيقول ايه الطول متبقي? شايفين طبعا ماينس. يبقى هنقول ده ماينس ده. هقوله كده سيكستي سري ميدرز. بعد كده هقوله ماينس الرقم بتاعي اللي هو ده. هكتب كده تمام? وحط كده السكس. وحط كده الميدر. كما هقوله طبعا انا حطيت هنا الزيروز ديت علشان هنا طبعا ما فيش عندي وهنا فيه طبعا رقم فلازم احط هنا الزيروز. تمام? وهقوله هنا طبعا ايه? هنعمل كده عندي هقوله زيرو ماينس وان طبعا ما ينفعش. هستلف من اللي جنبها هتبقى وهي هتبقى تين ماينس وان ايكوالز ناين. وناين ماينس تو ايكوالز سيفن. هقول كما اتو. هنا هقول ماينفعش هقول ودي هتبقى كام? هتبقى ماينس سكس اكوالز سكس. وهنا الفايف ماينس فعندي زيرو. هقول طبعا هنا ايه طبعا دي ميدر ودي ساني ميدر. تمام? بيقول رانيا ايز ميجرنج تو انت لاينس. بيقول اني رانيا قاصة يعني خطين من النملة. كولني ايز انتس يعني المستعمرة الاي اللي في النملة بيقول طولها قدقين سيرتي ساني ميدرز لونج طولها تلاتين سانتي متر. ان كولني بي والمستعمرة بي طولها يعني خمسمائة ميلي متر. يعني يقول كما عدد طول السنتمترات اللي موجودة في اللي هما دول اللي في النملة مع بعض. تمام? يبقى انا هقوله ده بلاس ده. يبقى تعالوا كده مع بعض هقوله سيرتي ساني ميدر هقوله بلاس فايف هاندرد هقول ميلي ميدر. طيب ينفع انا اعمل بلاس الساني ميدر مع الميلي ليدر ما ينفعش. الميلي ميدر ما ينفعش. يبقى انا حول ده احولها لساني ميدر. تعالوا كده مع بعض نحول ده. عندنا هقول الميلي ميدر او عندنا ميلي ميدر. هقوله عندنا كام ساني ميدر. هحول من السمول للبك يبقى هعمل كام? يبقى الزيرو مع الزيرو هيبقى كام? هيبقى يبقى دي عندنا كام? وهنا عندنا في سيرتي يبقى على بعد هيدينا اتي. اتي هقوله ساني ميدر. تمام? طيب. حساب لكم تحلوا دول واحدكم وهساب لكم الاجابات الخاصة بهم. ادم اشترى خمسة كيلو جرام من الملك. بيقول وكمان متين جرام. حاوزنا نكتبها بالجرام. يبقى انا اول حاجة لازم احول الكيلو جرام ده احوله ليه الجرام. اني ادم اشترى ايه? هقول له عندنا الفايف كيلو جرام دي. هقول عندنا مينفعش اعمل الكيلو جرام مع الجرام. لازم احول. انا احول طبعا هما عاوزها بالجرام. طالما عاوزها بالجرام يبقى انا لازم احول الكيلو جرام احوله للجرام. يبقى لما احول الكيلو جرام الجرام هقول five times one thousand equals five thousand plus عندنا اللي هي two hundred five plus two hundred equals five thousand هايدينا two hundred هقوله جرام. ماس الكتلة زينب processed eight kilogram of sugar. و ten kilogram من الفلاور. و five hundred gram من الكوكا. twenty hundred ويني فايف جرام من الكوكونات. هنا بيقول يعني الكل يبقى معنا كده مسألتي هتكون يعني انا هعمل لكل ده. طيب شايفين معي هنا طبعا بيقول ايه كيلو جرام وهنا لكن هنا بيقول وهنا جرام وهنا جرام يبقى انا هعمل للكيلو جرام الوحده وقدشن للجرام الوحده. طيب يلا مع بعض هنا هحلها على طول. هقول ايه بلاس تن اكوالز كام اكوالز اتين. ده ايه? ده كيلو جرام. تمام? طيب وبعد كده عندي الجرامز اللي هو ده وده وده. الترسة دول عندي مع بعض هعمل لهم عملية اديشن. هايديني كام? هايديني 100. هايديني 1000. هايديني كام? 1000. 1000 ايه? 1000 جرام. هنجول بالجرام. يبقى ده عندي كمان هيكون بالجرام. طيب هاتي ينفع اني انا اعمل لهم هما اللي اتنين اديشن الكيلو جرام والجرام? لا. انا دي عبارة عن وان كيلو جرام. هقول له بلاس اتين بلاس اتين كيلو جرام. اكوالز كام اكوالز طبعا اتين بلاس وان اكوالز ناينتين كيلو جرام. انت اللي هو النمل بيقول ماله يعني جمع الرقم ده من ايه? من الطعام. لو هو استهلك يعني العدد ده من الجرامات من الطعام. يوم من انا بيقول في المستعمرة النمل كله جمع قد ايه? جمع الرقم ده كله من الطعام. في المستعمرة فين في ايه? طيب وبيقول لو هما استهلكوا الجرامات دي من الطعام يوم الاتنين ويوم عندي ايه? تلات. طيب بيقول كم عدد الجرامات المتبقية? يبقى انا لازم اعرف هما استهلكوا قد ايه? يبقى انا هقول 25 plus 37. هقول 25 plus 37. عشان اعرف هما استهلكوا قد ايه? 5 minus 7 equals 12. هعمل up. 1 plus 2. 3 plus 3 equals 6. تمام? يبقى هما استهلكوا كام? سيكيسي 2 جرام. طيب وهم معاهم قد ايه? وجمعوا قد ايه? جمعوا عندي النمبر ده. يبقى هقول 950 minus السيكيسي 2. طبعا كله ده جرام. دي ماينفعشة. هتبقى تاني ودي هتبقى تاني. تاني ماينس 2 equals 8. والفور ماينفعشة. تبقى فورتين ماينس سيكيس ايه? وطبعا هنا عندي الناين. طبعا دي اصبحت ناين. اصبحت سوري ايت. هتنزل. هتبقى كام? هتبقى جرام. تمام? نكلم عن اللي هي الساعة. الرقم ده. خزان من السمك او تاني من السمك يعني الساعة بتاعته بتشيل قد ايه? يعني مملوء بقد ايه من الملي لتر من المية. كامي يزيد? اول ما نسمع كلمة دي نعرفها يبقى عطول مسألة دي ايه? تمام? كامي يزيد على الليترات من المية اللي محتاجها علشان تملأ بيها او علشان يعني تكمل بيها الخزان. يبقى اول حاجة عندي الماليل لتر دي شايفين وهنا في ايه? يبقى انا اول حاجة هحول المليل لتر دي هحولها تمام? طيب المليل لتر في كام leader? احنا قلنا عندي from 1000 صح؟ ايه هقوله اول حاجة? and cd هحولها للايه? هحولها let itar. فدول حيروحوا مع دول هيبقى كام? هيبقى عندي dueني. يبقى هو عندي في ايه? او تعبب قد ايه من اللترات? تعبب بيه تويني لتر. تمام? بعد كده هو اصلا فيه كام? هو فيه لتر. يبقى هقول له مينس التويني دي. تمام? مين عندي اتي اتي ايه لتر. يبقى هو على شيء يتعبب محتاج قد ايه? اتي لتر. ميل كمان اللي هو بيع اللبن باع قد ايه من اللبن في تلات ايام في الاسبوع. وبيقول هنا شايفين? بيقول باع قد ايه في اليوم هنا بيقول فيه اليومين اللي بعد كده. بعد ايه? كمية اللبن. اللي هو بيقول بحة في خمس ايام. بحة في خمس ايام عاوز يعرف كل كمية اللبن. يبقى انا هعمل ده. ده. هعمل ايه? ده. هعمل ده. طبعا مسألتي سهلة. ما فيهاش اي حاجة. هتديكم النتج على طول. يبقى النتج بتاعي هيبقى كام? وحديني عندي الرقم بتاعي ده كده ملي لدر. نشوف اللي بعده. كده المسائل الخاصة بالطايم بيقول يعني غادر القاهرة الساعة كام? هو استغرق استغرق الوقت ده. علشان يوصل. عاوز يعرف الوقت اللي هو وصل ليه القاهرة. يبقى يقول لك اني الاتوبيس ده مشي للقاهرة الساعة كزا. وبيقول ان هو استغرق. يبقى عاوزين نعرف يبقى هقول ده بلاس ده. تمام? الرقم ده. الرقم ده. بلاس الوان اور. هقول له تويني فايف. تمام? يبقى هقول زيرو بلاس فايف. فايف. وثري بلاس تو اقوال زفايف. وفور بلاس وان اقوال زي كام اقوال زفايف. يبقى هو هيوصل الساعة كام? هيوصل طبعا هو يقول بي ام. يبقى طبعا هيوصل الساعة كام هنا في فيفتي فايف بي ام. طيب السؤال اللي بعده بيقول يعني يقول التسجيل بتاع الفيلم يعرض يعني ايه? ايه? بدأ الساعة كام? بيقول امتى حينتهي? يبقى عشان اعرف امتى حينتهي دي بعمل عملية عندي خالص. فانا بقول له السري اورز دي بلاس مين بلاس الرقم التاني ده. تمام? اللي هو ده. هنعمل كده اديشن. هيدين كده فايف. وهيديني فور وعندي كده ناين. هقول له بي ام. تمام? بيقول شايماء بورد شايماء سكة بتقدي ايه? بيقول خمسة لتر من المية. في اللي هو البيكر ده اللي هو الوعاء يعني او اللي بتاع الاختبار ده. اثناء الاختبار. هي اضافت ادي كم مقدار المية اللي هتكون في البيكر بتاع الاختبار ده في نهاية التجربة. يبقى انا اول حاجة. الفايف دي هنحولها للميلي لتر. فيه كم ميلي لتر? فيه عندنا يبقى هقول فايف طايم وان ساوزاند هادينا فايف ساوزاند. هقول له بلاس اللي هو تو هندر دي. تمام? يبقى هادينا فايف ساوزاند تو هندر. اللي هي اخر واحدة دي. طيب تعالوا هنا. بيقول باسم بود باسم بيقول اشترى ايه? ثلاثة متر من الحبال. هو قطع بيقول قد ايه من الساني ميدر اوف روب وان هندر سيفنتي. عشان يعني يصمغوا او يلزقوا حول الاناء. فانا عندنا يبقى مسألتنا دي. طيب يبقى انا اول حاجة هقول انا هقول سري الميدر فيه كام ساني ميدر فيه وان هندرد. يبقى هقول سري طايمز وان هندرد عندنا بثري هندرد. ماينس اللي هي دي. الوان هندرد سيفنتي. هقوله زيرو ماينس زيرو. وعندنا زيرو ماينس سيفن ماينفعش هاخد منها عندنا دي هتبقى تن ودي تو. تن ماينس سيفن ثري. وهنا تو ماينس وان وان يبقى هاختارها عطول ايه? سي. طيب تعالوا لتحتها عطول. يعني سندو فيه شنطتين. او كسير منه السكر يعني. لو كتلت كل واحد عندنا وان كيلو جرام وان سري هندرد جرام. وات ايزا توتال ماس ان جرامز. يبقى عندنا توتال ماس بتاعتهم كلهم كم? طيب. عندنا بيقول كسين. كل واحد منهم الوزن بتاعه اللي هو ده. وان كيلو جرام وثري هندرد. يبقى انا الرقم ده هعمله مرتين على نفسه. انا هقول له وان كيلو جرام. تمام? وعندنا اللي هي سري هندرد جرام. هقول له بلس برضو الوان كيلو جرام. انا عندنا برضو ثري هندرد جرام. هدينا تو كيلو جرام. ان سيكس هندرد. اللي هي بي. طيب تعالوا بعد كده نحل برضو لتحتها على طول. بيقول بيتر ايز اوفر ويد. وزنه زائد يعني هو قد ايه? وان هندرد فايف كيلو جرام. اف هيز ايم لو هدفه ان هو يفقد قد ايه? فايف هندرد جرام. خلي بالكم دي جرام لكن دي كيلو جرام. في كل اسبوع. زين يعني الوزن بتاعه بعد اسبوعين هيكون كام كيلو جرام. عاوز يفقد في الواحد. يبقى في هيفقد ايه? يبقى فايف هندرد. تمام? ده الاسبوع الاول وده الاسبوع التاني. يبقى دول عندنا كام? دول عندنا ايه? جرام. طيب عندنا دي فيها كام كيلو جرام? ها? فيها كام? هقول عشان عندنا في عندنا الكيلو جرام في وان سوزند جرام. يبقى انا حامل ده ها يدينا وان كيلو جرام. يبقى هو في الاسبوعين دول هيفقد وان كيلو جرام. يبقى وزن دلوقتي كام? هو اصلا وزنه وان هندرد فايف. هقول الوان كيلو جرام اللي هو نزل ده ها يدينا وان هندرد فور. تعالوا نطلع كده فوق ونحل الجزئي دي. هاني الجري قديه من المترات يوم السبت? وقدي ايه يوم الاحد? عاوز يعرف كل المترات اللي هو جراها. طيب تعالوا نشوف. اول حاجة دي كيلو متر لازم احولها لمتر عشان يكونوا كله زي بعضه. التلاتة كيلو متر عندنا اول كيلو فيه كام متر الكيلو فيه وان سوزند متر. سري طايمز وان سوزند ها يدينا سري سوزند. ها يدينا كام سري سوزند. هقول له بلاس التو هاندرد اللي عندنا بلاس عندنا الوان سوزند ايت هاندرد. تمام? دول عندنا كام? عندنا كده دول تو سوزند. وهنا في سري سوزند يبقى على بعض فايف سوزند. يبقى عندنا هختار دي. طيب. طول بيقول ايه فاكتور ستدد لو هو درس من الساعة كزه لكزه زي ننهي ستدد يبقى كام مينتس. يبقى سهلة بسيطة. هقول له عندنا الفايف دي. تمام? الفور وهنا عندنا التن. مينس. هنحسبها مع بعض. هنا عندنا ما يفحش طبعا. هيخل من دي. وتبقى عندنا فور. هيخل منها اولة تبقى فور. والاولة هنا خدتها تبقى هنا عندنا بسيكستي. سيكستي مينس تن عندنا ففتي. وهنا الفور خلاص يبقى عندنا كام بففتي مينتس. يبقى عندنا هختار اللي هي دي. هنا اللي بعدها بيقول مستر باسم بو سري كارتنس اف جوز. مستر باسم اشترت تلاتة علب بين العصير. يعني بيقول ان لكل واحدة فيها عندنا كام اتنين لتر. اف هي سري تشيلدرن فنش فالو يعني يخلصوا قد ايه? يبقى زانزة ليفت جوز يبقى العصير المتبقي. وعاوزوا هنا بالمليليتر. عندنا اشتري قد ايه? اشتري سري كارتنس. عندنا الكارتونة الوحدة فيها قد ايه? فيها تو ليترز. يعني لترين. اول حدا عندنا دي كام تو ليترز يبقى يبقى قولوا بدينا دة حولها لي يبقى له تو ساوسن. وهو اشتري كام اشتري عندنا سري كارتون يبقى عندنا كارتونى الوحدة والتانية مينيليتر والثالتة برضو تول ملليليتر. علشان هو اشترى اشترى تلات كاراتين. تمام او تلات علب يعني. فعندهنا التلات علب دول كام دول عندنا سكس سعزاند هقوله مايناس هو المترودي الميلليلترودي. هقول عندنا سيفن ساوزاند هقوله ماينس هقوله عندنا زيرو ميناس زيرو زيرو وهنا عندنا دي هتكون تان ودي كده عندنا فايف تان ماينس سيفن عندنا سري وفايف ماينس ماينس فور عندنا وان يبقى لهي الاجابة بتاعتي اخر واحدة طيب تعالوا معايا بعد كده في وبرضو هنا بتكلم عن يعني برضو بتكلم عن مسائل الكلامية وزي ما شايفين معايا طبعا المسائل الكلامية هنا برضو كتيرة جدا فالحقيقة برضو انا هحل معاكم جزء والباقي هتحلوه لوحدكم تعالوا بعد كده نحل مع بعض اسئلة نمبر سيكستين بيقول عندنا نمل مش يقد كده من الميتر كل يوم هي عندنا مش يتقد ايه بيقول لك ده في ايه كل يوم يبقى نزل المترات اللي هي مشتها في فايف ديز يبقى انا هقول له الفايف ساوزند دي تايمز اللي هي الفايف ايكولز هنزلت سري زيروز وفايف تايمز ايه فايف تايمز فايف ايكولز تويني فايف هقول له مترز اللي بعده بيقول اه رونر كوفرز سبن هندرد ففتي ميترز ان اوار عداء بيقول غطى قد كده مسافة في ساعة عاوزنا نحسب المسافة اللي غطوها في خمس ساعات قلك عندنا في الساعة الواحدة او الاور يعني عندنا اللي هو ده يبقى انا هقول له سبن هندرد الفايف دي هقول له ايكولز فيلا معي هقول زيو تايمز فايف ايكولز زيرو وعندي احط الفايف اعمل ابي بالتو هقول سبن تايمز فايف بكم عندنا بي سيرتي فايف سيرتي فايف بلاس تو ايكولز عندنا سيرتي سيفن واحط الكم هنا هقول له مترز طيب اللي بعدها احمد هاز احمد معه اتناشر منت اتناشر متر قطعة طويلة من الخشب طولها اتناشر متر عاوز يقصها انتو عاوز يقصها تلات اجزاء او تات اطوال متساوية طبعا فاكين الحاجات دي كلها اخدناها السنة اللي فاتت بيقول كم طول كل قطعة هو اتطحها بالمترات وكمان كم طول كل قطعة بالسنتيمتر طيب يلا كده مع بعض اول حاجة ماش هو عاوز يقسمها تلات اطوال متساوية هقول له طلبها عندي بيقول كت وبيقول الحاجات دي كلها معنى ان هو عاوز يقصها عاوز يقسمها يبقى دي معناها يبقى هقول له كم عندي فور فور هقول له عاوز يحولها لايه لسنتيمتر يبقى هقول من حول عندي بنعمل كونفيرت الميدر للساني ميدر يبقى هقول له الفور دي ميدرز اكوز هقول فور طايمز وان هندرد قلنا المتر في كام سنتيمتر قلنا في وان هندر اكوز كام اكوز عندي فور هندر انا بيقول اف زماس اوف ابوكس عندنا لو كتلة صندوق ده وبعدين بيقول لك زان فايند زماس اوف فور بوكسس with the same ماس عاوز كتلة اربع سنة دي بنفس الماس يبقى انا هعمل ايه يبقى انا هقول له عندنا ده دي عشان يدينا كام عدد الكيلو جرامات يبقى هقول سري هندرد تويني هقول عندنا فور يلا زيرو تايمز فور اكوز زيرو تو تايمز فور اكوز ايد سري تايمز فور اكوز تولف هحطي الكام هنا هقول له كيلو جرام اللي بعدها هنا هنا يعني اهاب رافع اسقال هو عنده كتلة بتاعته هدفه ان هو هو يكسب كام عندي كل اسبوع يعني ان هو يحقق الجرامات دي يعني لو هو عملها يعني لمدة خمس اسابيع يعني يقول ايه الكتلة بتاعته هتكون ايه قد ايه في النهاية ان هو بيقول هدفه ان هو يكسب قد ايه في قد ايه بيقول لو كل اسبوع عمل خمسة لو دي معناها عطور لكل دي معناها فور معناها يعني تايم يبقى ايكوز طبعا في التايمز بنزل عندي زيرو 5 تايمز 5 ايكوز ايه ايكوز 25500 ايه جرام طيب بعد كده طبعا هو في المسألة بيقول ايه الكتلة بتاعته 100 كيلو جرام يبقى انا هقول له ال 100 كيلو جرام دي انا هحولها ليه الجرام هحولها ايه للجرام عشان ما يفعش ان انا اعمل عملية هو عاوز يعرف ايه سوف تكون الكتلة بتاعته في النهاية يعني كتلته قد ايه طب يعني هو لما اعمل حاجات دي كلها ويكسب خمسمائة جرام ولمدة خمس اسابيع احنا جبناها خلاص كام طب هو في النهاية هيكون كام وهو اصلا طب هي دي كيلو جرام ودي عندي جرام نفع ان اعمل لهم عملية هما الاتنين لأ يعني انا هحول عندي الكيلو جرام هحوله ليه جرام طيب الكيلو جرام لما انا احوله ليه الجرام الكيلو جرام في قد ايه في يبقى هقول الرقم بتاعي اللي هو ده هقوله طايمز ايه هيديني ايه طبعا هنزل كل الزيروس دي تمام وان تو سري هقوله بلاس الرقم بتاعي اللي هو ده طبعا طبعا بحط هنا القمة بتاعتي طبعا دول هينزله اللي هي دي كمان وهنا هقول وزيره هينزل وعندي الوان هينزل هيبقى كام عندي هيبقى جرام طيب يعني بيقول مية منظفة فيها حوالي عشرة هنا بيقول يعني من المية كل يوم هنا بيقول تنديز ما مقدار المية اللي سوف تنظف عن طريق ان اللي هما عمال النظافة في عشر تيام يبقى هنا بيقول في عشر تيام يبقى مسألتي دي على طول ايه ضرب طيب طيب هنا يا مس الرقم بتاعي ده ازاي هنعمله يعني هقول رقم ده بتاعي طايم طايم عندي اتن طبعا مش هينفع فلازم احول النمبر بتاعي ده احوله عندي ايه لملي لتر حوله ايه لملي لتر يبقى انا هقول كده التن دي اللي هي اللتر ده هقول عندي فيه كام ملي لتر اللتر فيه وان ساوزند يبقى هقول تين طايمز وان ساوزند بكام بتين ساوزند تمام هقول له بعد كده بلاس عندي مين الفيفتي دي طبعا زيرو وهنا فايف وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا وان كده عندي خلاص اصبحت رقم عادي معايا. الرقم ده هقول له ايه? تاني اللي هي دي. هيديني كام? طبعا احنا بحننزل الزيرو ده. وحنزل الزيرو ده. وبعد كده هنزل ده كله كامل. هقول له زيرو زيرو هنا وان. فبالتالي هحطي كمه بتاعتي فين? هحطها هنا. تعالوا الحالة دي. بينما ايمن في التدريب. هي نازل هو محتاج يشرب ادي? اربع مرات يعني هو محتاج يشرب مية في اليوم. محتاج ان هو يشرب خمسمائة مليلتر من المية اربع مرات في اليوم. يبقى كم عدد عندنا كم اللترات من المية اللي يعني هتكون او اللي هشربها يعني لمدة. يبقى انا لازم اول حاجة هعمل ايه? هشوف عندنا هو في اليوم بشرب قد ايه? اليوم الواحد. يبقى انا هقول له تمام? طايمز الفور دي. اللي هي اربع مرات في اليوم. بكم? هتنزل وهقول عندنا بتويني. يبقى توزد من ايه? من الميليليتر. دول بيشربهم في اليوم الواحد. تعالوا كده مع بعض نحول الميليليتر ده. هنا عشان بيقول في الاسبوع الواحد بيقول لترز. فحول الميليليتر ده حوله لليتر. يبقى توزد هقوله هحولها عند الوقت عشان الليتر في ميليليتر. طبعا دول مع دول هيبقى كام تو. وهنا بيقول وان ويك يبقى عندنا التو ديت. طايمز وعارفين ان الويك في كام داي. في عندنا سيفن دايز. يبقى هقول له طايم سيفن حيدينا كام فورتي ليتر. عشان هو بيقول لي بالليتر. طيب تعالوا هنا بتكلم عن الطايم. بيقول حسنان سليبس ايت اوارز ايتش داي. بينام تمن ساعات كل يوم. هاو ميني اوارز دهي سليب ان فايف دايز. كمعز الساعات اللي بينامهم في خمس تلاتية. يبقى انا هقول له عندنا ايه? طايمز الفايف ايك والز فورتي. هقول له اوارز. طيب. ان انت ووركس فور ناينتين اوارز. نملة بتشتغل تسعتاشر ساعة ادي في اليوم. يبقى هاو ميني اوارز داز ان انت وورك ان سري دايز. كمعز الساعات اللي الناملة بيعمل في تلاتية. يبقى هاو ناينتين تايم سري. هايدين ايك والز هاقول له ففتي سيفن اوارز. اماني اماني سباحة. بتقضي بيقول لك بس نص ساعة كل يوم في السباحة. يبقى هاو ميني مينتز. كما عدد الدقائق بيقول اين توتل الكلية كما عدد الدقائق الكلية. بقى لك اللي هي يعني بتسبح فيها لمدة بس خمسة ايام. في الفترة اللي هي خمسة ايام. يبقى انا اول حاجة عندي دي كام عندنا الاول الوحدة او يعني فيها سيكستي مينتز. يبقى عندنا يعني نص السيكستي كام? عندنا سيرتي. يبقى انا اول حاجة عندي دي اللي هي سيرتي مينتز ترتي. انا عندي هو عاوز يعرف كما عازد اي هي بتصبح فيها قلك لمدة خمسة ايام. يبقى عندي هقول سيرتي طايمز الفايف ايكولز وان هندرد ففتي هقول له مينتس. اللي دي اماني ايز اي سومر هي سباحة بتقضي نصف ساعة في المية كل يوم سومنج. سباحة كمحدد الدقائق ككل يعني 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 الخمسة ايام. دي قد ايه? طيب عندنا فيها كم مينتس العشان هي بيقول هنا مينتس. فيها كم مينتس عندنا فيها سكستي. طيب بيقول هنا نصف ساعة يبقى فيها ثيرتي مينتس. وكم يوم عندنا فايف? يبقى هقول له عندنا فايف الزيرو حينزل وثري طايمز فايف حيدين هقول له ففتين مينتس. تمام? تعالوا نحلوا مع بعض اسئلة تشوز. عادل سبيند سكس اورز ات سكول اف وي وانتو كالكوليت ادل سكول دي ان مينتس. وعادل قدر ستة ساعات في المدرسة. لو احنا عوزين نحسب اليوم بتاع عادل في المدرسة بيقول ان يبقى في كم? عندنا دي سكس اورز. لما حولها في سكستي يبقى هقول سكس نهم سكستي. هنا بيقول اد هنعمل اد ولا هنعمل ملتيبلاي ولا هنعمل بيقول ملتيبلاي. هنعمل ملتيبلاي consciously باي سكستي لانaddin سكس عندنا دي سكستي منتس يبقى سكس طايم سكستي. هنعمل اد ولله هاختار سيم. اللي بعدها تونيه طول. مبنى طوله قد ايه? والبرج عندنا الكبري ده بيقول طوله خمسة متر. يبقى عندنا ده اطول من ده بقدي ايه? لانا هقول طايمز كام? حيدينا تويني. يبقى طايمز فور حيدينا تويني. يبقى اكبر منه عندنا اربع مرات. تمام? طيب تعالوا نشوف اللي بعد. سامي يعني مع خمسة وعشرين متر بيقول يعني يبقى خمسة وعشرين متر من قطع من القماش. لو عاوز يقطعها الى خمس اجزاء متساوية. يبقى طول كل يبقى برسيطة هقول له تويني فايف دي فايف حيدينا فايف. تمام? اختار هنا بيقول اف مينة لو مينة يعني سافر عشر تيام بيقول يعني باستمرار قطع المسافة عندنا قد ايه من المترز كل يوم. بعد كده بيقول يبقى احنا عارفنا اول حاجة ان هو ايه? سافر عشر تيام. وبيقول ان هو قطع مسافة او هو سافر قد ايه من المترات? اول حاجة هو عاوزها بالكيلو متر. هحول المتر ولكيلو متر. فيقول حيدينا كام? حيدينا عندنا. الفور دي هعمل لها مع التن دي. يبقى عشان بيقول هنا عشرة ايام. فهنا عقول له كام? تعالوا تحتها على طول. بيقول هنا لو الوزن الكلي. العشر كرات. عشر الكرات. ليهم نفس الوزن اللي هو ده. يبقى كل وزن كل كرة بيساوي كام? طيب انا هقول له عندنا عاوز هنا بيقول بالكيلو جرام وهنا بالجرام يبقى حول عندنا لكيلو جرام. عندنا قلنا فيه الكيلو جرام في جرام. يبقى الرقم ده هقول له مع الزيروس دول. بقى عندنا وان هندرد سيرتي سيرتي. العشر كرات وزنهم كله بنفس الوزن ده. يبقى انا هقول له وان هندرد سيرتي ديفويدت التن عشان اعرف الوحدة وزنها قد ايه. فهنا عندنا ده مع ده هيبقى كام سيرتين. تمام? تعالوا بيقول اف محمد لو ركبوا الدراجة بتاعته بيقول تين كيلو متر بير دي. كل يوم يعني ركبها عشرة كيلو متر. يبقى ذا ان هي قد ايه المسافة في خمسة ايام. يبقى عندنا اقول له العشرة دي. هقول له تين طايمز فايف حيدينا. تعالوا هنا بيقول لو النمل يعني مشي قد ايه من المتر كل يوم. يبقى عندنا النمل هيمشي قد ايه مسافة من الكيلو مترات. يبقى احول ده احول الكيلو متر احوله ليه المتر. يبقى عندنا هقول ده دي فايدد الوان ساوداند. كام حيدينا ثري. هلا بيقول عندنا في كام يوم في فايف دايز. يبقى ثري طايمز فايف حيدينا ففتين. ان انت نملة ووك اب يعني نملة بتمشي القد ايه تو كيلو متر كل يوم. اف لو النملة دي استمرت يعني لمدة عشرة ايام. يبقى عندنا النملة دي حتمشي كام كيلو متر. هحول الكيلو متر ليه المتر. يبقى اقول له تو طايمز عندنا الوان ساوداند. دي كام حيدينا تو ساوداند. وهو بقول لي كل كل كام يوم عندنا عشرة ايام. يبقى تو ساوزاند دي هقول له طايمز التين. عندنا كام زيروس حينزل وان تو سري فورز يبقى عندنا تويني ساوداند. اللي هي اخر واحدة. كده نكون خلصنا مع بعض النهاردة بالكامل. اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو.